طلاء محول الصدأ، مقاوم للماء، خدش أقل للسفن، البطل المجهول للصيانة البحرية، فيوليكس، طلاء طلاء فيوليكس راست كونفيرتر لمعالجة وتحويل الصدأ والتآكل على الأسطح المعدنية. طلاء محول الصدأ من فيوليكس هو نوع من الطلاء أو الطلاء المصمم خصيصاً لمعالجة الصدأ على الأسطح المعدنية وتحويله. يتم استخدامه كطبقة أولية أو كطلاء مستقل لحماية الأجسام المعدنية أو الأسطح من المزيد من الصدأ والتآكل. من خلال الجمع مع الصدأ، تشكيل طبقة تمهيدية وقائية على سطح الحديد، تحقيق الغرض من إزالة الصدأ ومنع التآكل، حيث أنه مقاوم ومقاوم للخدش بعد تشفيفه بالهواء. يمكن استخدام هذا الطلاء التمهيدي والطبقة العلوية المقاومة للماء والتآكل والصدأ لمدة ثلاث سنوات دون أن يبهت أو يسقط. بلاط فولاذي ملون، شريط فولاذي، قناة فولاذية إلخ، يمكن استخدام جميع أنواع الفولاذي. محول الصدأ فيوليكس، البطل المجهول للصيانة البحرية، مقاوم للماء، سكرية أقل، طلاء محول للصدأ. إليك كيفية عمل طلاء محول الصدأ فيوليكس عاداً. قبل تطبيق طلاء محول الصدأ فيوليكس، من المهم تحضير السطح بشكل صحيح. يتضمن ذلك عاداً إزالة الصدأ والأوساخ والشحوم وأي ملوثات أخرى من الصدأ المعدني باستخدام فرش سلكية أو ورق زجاج أو طرق أخرى مناسبة. الهدف هو إنشاء سطح نظيف وناعم لتحسين التصاق الطلاء. بمجرد تجهيز السطح، يتم تطبيق طلاء محول الصدأ فيوليكس مباشرةً على المناطق الصدأة. يحتوي الطلاء على مواد كيميائية تتفاعل مع الصدأ وتحوله إلى مركب مستقر. يتضمن هذا التفاعل عاداً تحويل أكسيد الحديد، الصدأ، إلى مركب. قد يأتي الطلاء في أشكال مختلفة مثل السائل أو الهباء الجوي أو الفرشات، وقد تختلف طريقة التطبيق حسب المنتج. عندما يجف طلاء محول الصدأ فيوليكس، فإنه يحدث تفاعلاً كيميائياً مع الصدأ، مما يشكل طبقة واقية سوداء أو داكنة اللون. تعمل هذه الطبقة كحاجز، حيث تمنع الصدأ وتمنع المزيد من الأكسادة. كما أنه يوفر سطحاً مناسباً للطلاءات الإضافية، مثل الطلاءات التمهيدية أو المعاطف النهائية، ليتم تطبيقها إذا رغبت في ذلك. بعد معالجة طلاء محول الصدأ فيوليكس، يمكنك اختيار وضع طبقة علوية، مثل الطلاء العادي أو الطبقة الواقية، لتعزيز مظهر ومتانة الصدح المعالج. يمكن أن تساعد هذه الخطوة في توفير حماية إضافية ضد الرطوبة والأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية الأخرى. تستخدم محولات الصدأ بشكل شائع في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك إصلاح السفن وإصلاح السيارات وصيانة المعدات الصناعية وفي البيئات البحرية حيث يتعرض المعدن للرطوبة والمياه المالحة. إنها طريقة مريحة وفعالة لمعالجة مشكلات الصدأ وإطالة عمر الهيئة للمعدنية أو الأشياء. من المهم ملاحظة أنطلاء محول الصدأ من فيوليكس يعد حلا جيدا. في حين أنه يمكن أن يساعد في وقف انتشار الصدأ وتوفير بعض الحماية، إلا أنه لا يزال من المستحسن معالجة الأسباب الكامنة وراء الصدأ والنظر في تدابير الوقاية من التآكل على المدى الطويل، مثل الصيانة الدورية أو التخزين المناسب أو تطبيق الطلاءات الواقية المتنة. عند استخدام طلاء محول الصدأ فيوليكس، من الضروري اتباع تعليمات الشركة المصنعة، بما في ذلك احتياطات السلامة وتقنيات التطبيق المصابعة للحصول على أفضل. ترجمة نانسي قنقر